هل ممكن تقول لنا باعتبار ان انت بتتكلم عن تدريب تمهير بدل انت تكلمت عن مهارة فانت بتتكلم عن تدريب ممكن تقول لي حاجات كده اتدرب عليها عشان اقدر ابدير طموحي لاني على فكرة من اكتر الحاجات اللي سعاد في فترات الخطوبة بتبقى البنات بتسأل بيها الازواج او حتى الازواج بيسألوا بيها البنات هتقدروا تديروا ملف الطموح ده ازاي فاحنا عن ساعتكم سواء المقبلة على الزواج او اللي بيجددوا حياتهم الزوجية بشوية امور عشان تقدروا تديروا طموحكم وطموحكم ما يضعش في مهارة اسمها مهارة ايه التعامل مع النجاح سواء التعامل مع النجاح التعامل للوصول للنجاح او عندما انجح كيف استمر على النجاح من غير ما ادور البيت اول حاجة ممكن اعملها واتضرب عليها ان انا التشجيع واظهار الاعجاب ان انا ادي ادير مسألة التعامل مع النجاح ازاي لما اكون عايز اخلي نجاح شريك حياتي ما يفسدش البيت او يعمل مشكلة في البيت اعمل ايه اشجعه واظهر اعجابي باللي هو عمله لان كل ما بقى اظهر اعجابي اللي هو عمله وكمان اشجعه هذا بيزود الانتماء اليه فكل انسان بيحب ان هو يشعر ان هو ناجح في عين شريك حياته مش بس ناجح في نظره هو او في نظر الناس اقولكم حاجة الشعور بالنجاح في عين شريك الحياة له طعم لا يعادله اي طعم اي طعم حاجة ملهاش ملهاش زي عارف ليه لو النجاح نجاح الزوج في عين زوجته بيقربوا من البطولة ان هو بطالها حاجة شايفاه حاجة كبيرة والنجاح في عين الزوج للزوجة بيحسسها ان هي غالية ومش هيتفرط فيها او الله هو ده الشعور اللي بيحصل كده فكل ما شجعت شريك حياتك على النجاح واظهرت له اعجابك باداءه في عمله او في دراسته او في اي شيء ايه لا يحصل لما يكون بيقوم بيه بحرص ده هيخليه اشعر بالتقدير والسعادة وانه كبير في نظرك وانه مهم وانه انت فخور بيه تاني حاجة وما نخلطش ما بين الاتنين ده الخطوة الاولينية هشجع واو ظهر الاعجاب الخطوة التانية بقى تعزيز الثقة بالنفس خلاص هو نجح ويحس طب انا هقدر اكمل تقول له اه هتقدر تكمل حاول دايما تكلم شريك حياتك عن مميزاته وقدراته ومهراته وتفكروا بيها في اسناء سعيه للنجاح عشان تأكد له ان هو هيقدر يستمر في النجاح ده لان فيه دايما يقول لنا كده فيه حلاوة اكتر من انك تنجح انك تستمر في النجاح ولزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حاجة مهمة جدا ان احب العمل عندنا الله ادومه وانقل فلازم نستمر في النجاح ليه من كان يومه كامسي فهو مغبون هكذا هكذا اتت الحكمة النبوية وعشان تعزيز ثقة بنفسه وده يخليه اقرب اقرب اليك وتحس بان مسافات كتيرة بتقطع وتبقى قريبين من بعض ولو شريك حياتك واجه اي تحدي لازم تكون انت اول حد بيجري عليه ويساعده فيتعود على ده فيكون في اي مشكلة يبقى انت اول حد بياخد رأيه وما اكلمكش بقى على كم كم التوافق والسعادة والموادة والتفاهم اللي هيحصل لو ان احنا وصلنا لده لزاك كان من دعاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ايني اسألك السباتة في الامر والعزيمة على الرشد واسألك شكرا نعمتك وحسن عبادتك لازم ده نستمر الحاجة التالتة بقى ان انا اشاركه في المهام لتزليل الصعوبات يعني انا عارف حد لما زوجته بتقول يقولها طب سبيني انا افرغ لك ده وهي تقوله طب خلاص سبني اصحح لك لده او سبني اعمل لك ده او سبني افرغ لك ده او انت مليكش دعوة ده انا اعمله وانت خليك متفرغ لده وتجنب الانسان مع شريك حياته انه يتزمر او يلوم او يشتكي او ينتقد لان ده لو حصل والشريك الحياة وصل الى ان الحاجة اللي هو نجح فيها سبب لتأثيره هو بيحس بشيء سيء جدا 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 وبدل ده نحاول بدل اللوم والشكوى واحساس شريك الحياة بالتأثير احنا نتكلم مع بعض وانا تواصل لتوزيع المهام مع بعض عشان كل واحد فينا يوفر للتاني الوقت اللي هو محتاجه عشان يطور من نفسه ويحاول دايما يزهر تعاطفه مع شريك حياته وتأديره اللي هو بيعمله وبيقدمه سواء في الشغل او في العمل ويمكن علشان المعنى ده السيدة خديجة قالت لحضرة النبي كده كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتقرد ضيف وتعين على نوائب الحق شوف هذا الكلام الرائع يدفع الانسان الاستمرارية رابح حاجة مهمة قوي قوي بعد ما عملنا الثلاث حاجات دي محتاجين المسندة واعطاء التقييم المحفز يعني مش لازم تنتقد وتقول له انت عملت ايه ما انت بقى لك ما عرفش ايه لا لما ينجح نقول له ما شاء الله دي خطوة مهمة جدا جدا في الوصول للهدف بتاعنا ويبقى من الخطوات المهمة للمهارة دي بتاعتنا ازهار ايه بقى؟ ازهار التقويم الحسن يبقى التقييم المحفز للتطوير من الخطوات المهمة للمهارة بتاعتنا النهاردة ويزهار ان الانسان مهتم بنجاح شريك حياته وده بيحصل بانه يكون اهتمام حقيقي مش اهتمام كده مكذوب وياخد باديه ويقدم له تقييم واضح ومفيد ويفتح له باب عشان يساعده انه هو يتطور من نفسه في اي مجاله هو مهتم به وهو لو مش قادر يديله ده يبحس له عن حد يقدم له نفس ده فيعمل له التقييم ده ويشجعه على البحث عن ادوات التطوير واشخاص يستشرهم فلازم نشارك شريك حياتنا في ده رقم خمسة لازم نعرف ودي اخر حاجة وعايزين نختم بيها ونتمسك بيها جدا ان النجاح قيمة مضافة للأسر ايه ده؟ ده مهم ده؟ ان النجاح قيمة مضافة للأسر فما فيش داعي للغيرة وانت عشان تقدر تتعامل مع نجاح شريك حياتك لازم تعرف ان النجاحه قيمة للأسر دي كلها لان الأسر مش انت وهو الأسر مولود جديد كل واحد فيكم بيبقى جزء منه يبقى لا داعي للغيرة بس تقدر تعمل ده وتقدر كمان تساعد شريك حياتك بنفس الصافية وساعتها هتوصل لأفضل مكانة وتحس فعلا ان نجاح شريك حياتك هو جزء من القيمة المضافة للبيت وبصوا للبيت لما واحد بينجح البيت ازاي كله بيبقى فرحان يبقى ده مصدر الفخر لك وللأسرة واحنا شفنا نمازج كتيرة ياما ساعدت في نجاح شريك حياتها وياما البيت بقى مليء بالفرح والسعادة ووصلوا لإنجازات مش ممكن حد يتصورها لما كانوا عيين وكل واحد فيهم قدر الاخر ودعمه وتفضل السيدة نفيسة مع زي ما حمل كده اسحاق ابن جعفر وشجعها ان هي تقيم مجالس العلم في بيتها وعشان كده عرفت السيدة نفيسة بنفيسة العلم ولولا ان زوجة الامام الشفعي سعادته على انه يتحمل كسرة الاسفار ويتحمل ده فوصل سيدنا الامام الشفعي فبقى عالم قريش الذي ملأ طباق الارض علمه